هنتكلم نهاردة عن كاسب الهم الأفريقية وعايز أعلكو حاجة بما أن هوبا معنا فهوبا ده معروف وسط الـ community أو الأصدقاء يعني أنه هو راجب بتاع الكسس الحلوة يحكي كسس حلوة بقى تسمعوا كسس عن كاسب الهم الأفريقية ربما تسمعوها لأول مرة وربما تكون عدت على بعض الناس بس النهاردة هو جاي بكسس حلوة أول طبعا هتكلم تحديدا عن المجموعة السادة كمان يعني كاسب الهم الأفريقية تبدأ بقصة حلوة وتبدأ بالمجموعة اللي انت عايزه اللي انت نفسك فيه نبدأ بقصة حلوة نبدأ بقصص بتاع الكسس الأمم الأفريقية نبدأ بقصص الأمم الأفريقية ومعنا قصص كتير قوي من أفريقيا متمركزة أكتر حوالين كوتفور كوتفور عندها قصة مشهورة جدا مع ساحر من قبيلة اسمه جباس بودابو جباس بودابو ده كان طبعا كوتفور ما حصلتش على البطولة في تاريخ قبل سنة 92 وقرروا ان هما يتفقوا مع ساحر ده طبعا مش جباس بودابو لانه هو ملوس ملوس صور على نعتبره نعتبره يعني هي صورة عايزنا في الأجواء الشعية وقرر الاتحاد الفوري ساعتها انه هو يتفق مع جباس بودابو انه هو يسحر للمنتخب عشان يحصل على كاس الأمم الأفريقية الأول مرة في تاريخه الفكرة ان هما اتفقوا معاه ان هما هيدفعوا له مليون ونص فرانك ساعتها لو منتخب كوتفور قدر انه هو يتوق بالبطولة لأول مرة في تاريخه وبالفعل منتخب كوتفور توق بالبطولة سنة 92 بس عملوا من بانها بقى وبعد كده ايه ما تكلموش معاه وما دفعوش الفلوس وهو دايق جدا من الموضوع ده وقرر انا هعمل لعنة للمنتخب ومش هيحصل على اي بطولات تاني لان اللي اتفقوا معايا واخلوا بالاتفاق ده ما دفعوش الفلوس سلام جت سنة 2004 كريم سحر عنده مبدأ عنده مبدأ هي شبه لعنة جوتمن اللي هي بتاعت بن فيكا اللي منعتهم الحصول لبطولات اوروبية بعد رحيل مدربهم جوتمن الفكرة في 2004 وصل منتخب سحر العاج انه هو ما وصلش اصلا كاس الأمم الافريقية سنة 2004 ما وصلش من اساس فقرر بعض من اعضاء يعني اتحاد سحر العاج انه هما يتواصلوا مع قبيلة بودابو عشان يصلحوهم ويتفقوا معاهم انه هو يتخلوا عن اللعنة اللي لازمة المنتخب الافواري من سنة 92 بالفعل صلحوهم وتأهل المنتخب الافواري ثلاث مرات متتالية ركاس العالم وصل لفاينل 2006 وصل لفاينل 2012 وقدر انه هيتوج في 2015 الجديد بقى يا كريم والغريب ان الاتحاد الافواري عمل اعلان رسمي قبل البطولة اللي احنا داخلين عليها كمان يومين وقال ان انا صالحت بودابو والقبيلة دي وصالحت الناس وانا هستعين بيهم فاحنا هنشوف حاجات غريبة في البطولة دي خصوصا انها مقامة على الارض سحر العاج فقصة ولا يفرق معنا سحر ولا شعوزة بإذن الله وان شاء الله المنتخب المصري قادر وانا كنت تبعت كتير جدا كابتن واقل جمعة كان بيتكلم على السحر اللي بيحصل في افريقيا والحاجات اللي بيلقوها في قوض اللبس وهم داخلين المباريات وهم في التمرينات ومرضم ما فرقتش معنا الحمد لله ما بتفرقتش معنا الحاجات دي فدي كانت قصة حلوة قوي لعنة جباس بودابو السحر اللي من قبيلة مشهورة جدا في كوترفار عظيم فدي اول قصة عندنا حلو